وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم بالنسبة لهذه الآية الآية 100 في سورة الأنعام وقال العلماء الأنعام بحر لا يعام الأنعام 65 ومئة آية وهي في قول ربنا تبارك وتعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقونه بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وخرقوا فيها قراءتان بالتخفيف كما هي قراءة الجمهور بالتخفيف الرعاق وبالتثقيل وخرقوا وهي قراءة نافع وشيخه أبي جعفر بن القعقاع وخرقوا ما معناها يعني اختلقوا وافتروا وكذبوا وتخرصوا الله المستعان وافتعلوا أسماء من البنين والبنات منها مثلا وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله وجعلوا المليكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتبوا شهاداتهم ويسألون ولذلك قال ابن عباس وخرقوا له بنين وبنات بغير علم يعني جعلوا له بنين وبنات بغير علم طيب من الذي استدعاهم لذلك ليس هنا خرقوا بمعنى قطعوا يعني يقول لك يعني خرق الثياب يعني قطع الثياب لا هذا هو معناها يعني تخرصوا وكذبوا وافتعلوا وافتروا أسماء نسبوها لله تبارك وتعالى كما ذكرنا في الآية السابقة ومن هنا قال العلماء العرب جعلوا له البنات واليهود جعلوا بينه وبين الجنة نسب وده كل موجود في القرآن وجعلوا بينه وبين الجنة نسب ولقد علمت الجنة ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون وكفار العرب ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ثم رد الله عليهم ونقض كلامهم للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ثم بعد ذلك قال في نفس السورة سورة النحل ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون إذن الخلاصة أيها الكرام الفضلاء أنهم خرقوا وخرقوا يعني تخرصوا والتخرص شدة الكذب وافتعلوا و افتروا أسماء من البنين والبنات ونسبوها للرحمن تبارك وتعالى نسأل الله السلامة والعافية ولذلك من الذي أوحى لهم بذلك الجن الذين كانوا يعبدونهم من دون الله عز وجل هم الذين أوحوا لهم بمثل هذه التخرصات ومثل هذا الكذب ولذلك لما النبي عليه الصلاة فتح مكة وأرسل خالداً ليقتل العز يهدم الصلم فلما رجع النبي قال لا ما قتلتها ارجع فوجدها عبارة عن جنية نافشة شعرها فعلاها بالسيف فقتلها فعلاها بالسيف ف فقتلها هذا هو المعنى أيها الكرام الفضلاء ويسأل الله يجعلنا ويكمن الذين يستمعون القول فيتبعونا حسنا وتدبروا القرآن اللهم ارحم أبي وأمي وأخي وعمي وجمعة المسلمين وعلى طواتك يجعلنا في هذه الدنيا واحسننا الخواتيم صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم أخير دعوانا الحمد للرحمة للعالمين ترجمة نانسي قنقر